إذن ومشاهدين يبدو أن هناك منافسة محتدمة للاستحواذ على خرائط نوكيا ليست فقط شركات تكنولوجيا تريد الاستحواذ على هذه الخرائط أيضا شركات تتعلق بالسيارات أو تصنيع السيارات تريد أيضا أن تستحوذ على هذه الخرائط لديها الكثير من الميزات وفيما يبدو أنها تتغلب على ميزات كانت غائبة على الكثير من الناس فيما يتعلق بعدم حاجة هذه الخرائط لإنترنت لنرى ما هي المميزات التي يمكن أن نرى طبعا قبل الذهاب لذلك هذه مجموعة الشركات التي تتنافس للحصول على هذه الخرائط نرى عدد كبير من الشركات إن كانت مختصة بالمواقع التكنولوجية أو حتى بشركات السيارات ومنها كرايسلر منها البي ام دابليو اودي ابل أيضا من ضمن هذه الشركات إضافة الابابا امازون فيسبوك وفيما يتعلق بالميزات التي يمكن أن تراه يعني لماذا ستذهب هذه الشركات للتنافس على خرائط نوكيا بسبب السبب الأساسي لها أنها تعمل في وضع عدم الاتصال بشبكة الإنترنت ميزة جدا مهمة وإذن العمل يكون بشكل كامل يعني عندما يستحوذ الشخص على جهاز نوكيا أيضا من ضمن الميزات التي يمكن أن نراها لهذه الشركات أنها تعمل من خلال ميزة سيدي لينس وهذه الميزة التي نراها إذن فيما يتعلق بتواجدها على شاشة جهاز نوكيا من ضمن أيضا المواصفات لهذه الخرائط بالنسبة لخدمة التنقل متاحة بأكثر من 110 دول وهذا أيضا هي تتغلب على خرائط جوجل فيما يبدو لا تستطيع جوجل أن تصل إلى هذا المستوى من عدد الشركات نعود إلى القيمة التي طرحتها نوكيا كالسعر يعني تم تقديرها سوقيا بحدود الملياري يورو لكن فيما يبدو أن نوكيا تستهدف أن تحصل على أكثر من ثلاثة مليارات يورو لأننا مع اجتداد المنافسة كيف سترسوا هذه العروض وبالنسبة للأرقام لكن بالنسبة لخرائط نوكيا إذن هذا بالنسبة لتسعيرتها ويبدو لماذا أبل تريد أيضا أن تستحوذ على هذه الخرائط يبدو أنها تريد أن تغطي فشلها في منافسة خرائط جوجل ويبدو هذا الأمر يعني لنرى فعلا إذا ما استحوذت أبل على هذه الخرائط ستكون لها ميزة أقوى بكثير من جوجل ويبدو أنها ستعطيها دفع أكبر يعني فيما يتعلق بإراداتها والإقبال على أجهزتها إذن هذا بطبيعة الحال بعض الميزات التي يمكن أن تبرر هذا التنافس الشديد الذي نراه بالنسبة لشبكات نوكيا هذا بالنسبة لقطاع التكنولوجيا طيب الشركات شركات السيارات وخصوصا شركات السيارات الألمانية لماذا تريد الاستحواذ على مثل هذه الشركة إذن التخوف من جوجل بتطوير هذا النظام واجعله متاحا إذن للاستثمار من قبل الجميع وبالتالي هذا الأمر يحتاجه سيارات أو طبعا أنظمة جهزة السيارات بشكل كبير إذن هذا بالنسبة لخرائط نوكيا الموضوع حاليا في عين المنافسة الشديدة من قبل الشركات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر